مساء الخير بالأعدام اشترى الإخوان غضب شارع بور سعيد لكن محمد مرسي لن يبقى سعيدا والنقمة عليه لا تزال مفتوحة في ميادين الثورة ما دفع السلطة إلى توجيه نداء إلى جميع القوى بهدف إجراء حوار وطني موسع وهي خطوة إذا ما تحققت فأنها ستنقذ حكم الإخوان قبل القوى المنادية بالتغيير القضاء المصري تحرك اليوم بإشارة إخوانية وأحال أوراق واحد وعشرين متهما على المفتي في قضية النادي الأهلي التي تسببت بمقتل أربعة وسبعين مشجعا رياضيا في شباط من العام الماضي ويا فرح ما تمت إذ إن قرار الإعدام أثار غضب ذوي المدانين الذين حاولوا اقتحام السجن الذي يؤوي المتهمين فوقعت اشتباكات مع الشرطة سقط فيها قتلى وجرحة بينهم لاعبا كرة قدم وكرة النار المصرية تكبر وتتمدد إلى المقار الرسمية والجدران الإسمنتية التي تفصل المتظاهرين عن وزارة الداخلية ومجلس الشورى والقصر العيني بعدما تسببت أحداث بورسعيد والسويس بمقتل ستة وثلاثين شخصا وجرح المئات لبنانيا بورسعيد سياسية تنتظر اللجانة النيابية يوم الأربعاء مع الدعوة التي وجهها الرئيس نبي هبري إلى النواب اليوم بهدف مناقشة تقرير لجنة التواصل على الرغم من فشلها لكن هل تكون اللجان مقبرة لكل المشاريع المطروحة وهل من انتخابات ستجرى في موعدها أم إن العمل النيابي هو لشراء مزيد من الوقت واستنادا إلى زعيم تيار المردة النائب سليمان فرنجي فأن الصراع الإقليمي في سوريا ومصر وتونس وليبيا لي يسمح بإجراء الانتخابات في لبنان وقال فرنجي للأخبار إن كل التصعيد والاحتقان والتشنج سببها المال لا السلاح فالسلاح مضبوط والمال سائب وهو العنصر الرئيس في الحرب على سوريا أيضا وفي الحرب بدأت مفاعل دعوة النائب وليد جمبلاط أبناء جبل الدروز في سوريا إلى الانخراط في الثورة تعطي نتائجها وأول شهيد هو الملازم أول خلدون سامي زين الدين عضو المجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء وقائد كتيبة سلطان باشا الأطرش وقد أوعز جمبلاط بإقامة صلاة الغائب عن روحه يوم غد في مدينة علي فيما سيسجل النائب طلال أرسلان موقفا من خطر زج أبناء الطائفة في مثل هذه المعارك وكان جمبلاط قد دعا في تشرين الثاني من العام الماضي المترددين من الدروز السوريين إلى حسم أمرهم والالتحاق بركب الثوار لأن تخلفهم لا يتلاءم وتاريخهم في إطلاق الثورات